في دنيا العلوم، سنكتشف فيها ما بداخلنا وكيف يعمل هذا الجسم العجيب، وإبداع صنع الله فيه، سنأخذك في رحلة مسيرة لاكتشاف عجائب العالم من حولك، وسنتعرف على الظواهر الطبيعية الرائعة، وكيف يمكن للعلم أن يلهمنا ويدهشنا بطرق لا حصر لها، فهيا معاً مدى عقلك، واحرص على ما ينفعك مرحباً بالجميع، اليوم سنتعرف على عملية الإبصار، وكيف تعمل عيوننا لنرى العالم من حولنا، فهل تسألت يوماً عن النظرية العلمية وراء الرؤية؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد دعونا نتحدث في البداية عن أجزاء العين أولاً القرنية، فهي الطبقة الشفافة الأمامية التي تساعد في تركيز الضوء على العين ثانياً العدسة، تعمل على تكبير الصورة وضبط البؤرة ثالثاً القزحية، تتحكم في كمية الضوء التي تدخل العين عن طريق توسيع وتضييق الحدقة رابعاً الشبكية، تحتوي على خلايا حساسة للضوء تسمى العصيات والمخاريط خامساً العصب البصري، ينقل المعلومات البصرية من الشبكية إلى المخ تتجمع هذه الأجزاء لتقوم بعملية الإبصار فعندما يدخل الضوء إلى العين، يمر أولاً عبر القرنية وهي الغطاء الشفاف الذي يحمي العين تقوم القرنية بكسر الضوء وتوجيهه إلى عدسة العين تقوم العدسة بتركيز الضوء على الشبكية، وهي طبقة من الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين ثم تتفاعل العصيات والمخاريط مع الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية تنتقل الإشارات الكهربائية عبر العصب البصري إلى المخ حيث يتم تفسيرها وتحويلها إلى صورة يصاب الإنسان في بعض الأحيان بأنواع من ضعف البصر فسنسرد لكم بعض هذه الأنواع أولا قد يصاب الإنسان بقسر النظر وهو خطأ انكساري يحدث عندما تكون العين طويلة جدا أو القرنية منحنية جدا يؤدي هذا إلى تركيز الضوء أمام الشبكية بدلا من التركيز عليها مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة ويمكن أن يكون سبب قسر النظر مجموعة من العوامل الورصية والبيئية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني من قسر النظر فهناك احتمال أكبر أن يصاب أطفالهم فيها أيضا ويمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت مثل القراءة واستخدام الأجهزة الإلكترونية والقيام بأعمال عن قرب إلى زيادة خطر الإصابة بقسر النظر ثانيا قد يصاب الإنسان بطول النظر وهو خطأ انكساري يؤثر على قدرة العين على التركيز على الأشياء القريبة يحدث عندما تكون مقلة العين قصيرة جدا أو تكون القرانية مسطحة جدا مما يتسبب في تركيز الضوء خلف شبكية العين بدلا من التركيز عليها وينتج هذا عدم وضوح الرؤية خاصة النظر إلى الأشياء القريبة ويمكن أن تكون هناك بعض العوامل الورصية وبعض الحالات الطبية التي تؤدي إلى طول النظر ثالثا الاستيجماتيزم وهو خطأ انكساري يؤثر على طريق الدخول الضوء إلى العين يحدث عندما لا تكون القرانية أو عدسة العين مستديرة تماما مما يتسبب في تركيز الضوء بشكل غير متساوي على شبكية العين وينتج عن هذا رؤية غير واضحة أو مشوهة سواء على المسافات القريبة أو البعيدة قد تكون هناك بعض العوامل المسببة للاستيجماتيزم مثل العوامل الورصية أو الإصابات في بعض الحالات الطبية ولا ننسى أن نتحدث عن الغدة الدمعية وهي عبارة عن غدة صغيرة على شكل اللوز تقع على الزاوية العلوية الخارجية لكل عين تنتج الدموع التي تساعد على إبقاء أعيننا رطبة تساعد الدموع أيضا في حماية أعيننا من الغبار والحطام والأجسام الغريبة الأخرى يتم التحكم في الغدة الدمعية من قبل الجهاز العصبي عندما نرمش ترسل الأعصاب الموجودة في جفوننا إشارات إلى الغدة الدمعية لإنتاج الدموع تفرز هذه الغدة الدمع بواسطة 7 إلى 10 قنوات صغيرة فيسيل الدمع على العين قبل أن ينتقل إلى الجيب الدمعي ومنه إلى القناة الأنفية ومن عظمة الله أننا لا نشعر بها بأنها تتكون وتتصرف ونشعر بها إذا زادت كمية الدمع نتيجة لمؤسر خارجي فلا تستوعبها المصارف فتنزل على الخد وصدق رب العزة إذ يقول ترى أعينهم تفيض من الدمع وإلى هنا نصل إلى الختام موعدنا في لقاء آخر مع القلب دمتم في أمان الله ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله